بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين معاكم زي ملكو عبدالله أشرف زردق زي ملكو بالفرقة الثالثة وهنتكلم من أرده في المحاضرة الأخيرة في الفيسيولوجي عن طيب نحن نعرف هنعرف ايه في المحاضرة دي هنقول بسم الله كده بأول حاجة هنعرفها وهنعرف ازاي درجة الحرارة ازاي الجسم بيقدر ينظمها وتعرف عزمة ربنا في خلقه زي ما بنقول وهنعرف ثاني حاجة ايه العوامل اللي بتأثر على درجة الحرارة بتاعت الجسم وثالث حاجة نعرفها السيرمول ريسيبتور ايه المستقبلات اللي بقدر من خلالها أحس هر الدنيا حوالي دنيا ساعة ولا الدنيا حر رابع حاجة عرفها السيرمول جيوريتر ريسبونس باستجابة لو الدنيا حر حواليه الجسم يستجاب ازاي ونتكلم بعد كده عن الفيبر وهي المراحل بتاع الفيبر دي لو راح تجاله سخنية هل هي السخنية دي بتبقى مرحلة واحدة ولا قزة مرحلة طبعا نعرف في اخر المحاضرة اللي هي ثلاث مراحل بس اكمل معاها للاخر وانعايز اقول لك المحاضرة دي هتسهل خالص ومش محتاجة زخيرة اصلا بعد كده بس انت ايه ركز معاها هنبدأ بسم الله هل اسأل نفسك سؤال كده هل الانزام هل بيتأثر بدرجة حرارة الجسم اه طبعا بيتأثر طب بيد دليل هنقول لك دليل من الكامية اي معظم التفاعلات الكامية لازم تتمع عن درجة حرارة معينة هتلاقيه على السام بكده بتاع التفاعل مكتوب مثلا التست دوت بتعمل او التغروبه ديت بتعمل عن درجة حرارة مثلا عشرية طب هل لو درجة الحرارة دي هتزادت هل التفاعل ده هيتم مزبوط لا طبعا مش هيتم مزبوط فبالقياس اكيد انزام سيستم بتاع الجسم اكيد بيتأثر بدرجة حرارة الجسم وبالتالي لو درجة حرارة الجسم اتغيرت هنزام سيستم هيبوز وبالتالي ان فانقشن بتاعت الجسم هكبوز راكر فبالتالي يقول لك انورمال بادي فانقشن يعتمد على البادي تمبرشر البادي تمبرشر يجب ان يكون عند رنج ثابت طب ايه هو الرنج بتاع البادي تمبرشر قالك عارفيني من سنة روعة ابتدائي ان الرنج من ستة وتلاتين درجة سليزية الى ثمانية وتلاتين درجة هل الرقم دي مهم او يعتبر الرقم دي الوحيد المهم في المحاضرة طب هلا احنا هنعرف ارقام تانية وهنا نعرف اربع ارقام كمان بس مش مهمين بس اما رقم تعرفه ان الرنج بتاع تمبرشر بيبقى من ستة وتلاتين درجة لثمانية وتلاتين درجة طيب احنا درجة الحرقة دي مليس لازاي طبعا الناس كلها عارفها بالترمومتر والترمومتر يفهم انه نعيني ترمومتر الزئباقي اللي احنا عارفينه كله وفي الالكتروني واكيد هتاخدوا الحاجدات في العمل ولغاية دلوقتي عشان ما اتوش مني احنا اخدنا ريجوليشن وفادي تمبرشر وعرفنا ان الانزايم سيستم بيتقصى بدرجة حرارة الجسم ولذلك لازم ان يكون درجة الحرارة ثابتة عند الرنج اللي احنا قلناه من ستة وتلاتين لتمائة وتلاتين وعرفنا اللي درجة الحرارة بنقسها بالترمومتر هي دي الحاجة اللي احنا اخدنا لغاية دلوقتي طب احنا بنقيس درجة الحرارة ازاي او ايه الاماكن اللي بنقسها فيها قالك فيها اربع اماكن اورا وريكتل واجزيلاري وتمباني الاورا اللي احنا عارفين تحت للسان اللي واحد كده هتقول لها حبيبي يفتح بؤك ويحط الترمومتر تحت لسانه دقتين او حاجة وبعد كده هتشوف درجة الحرارة هتطلع ايه طب الرنج بتاحها المفروض يطلع من كام قالك المفروض يطلع من ستة وتلاتين وواحد من عشرة درجة سلزية الى سبعة وتلاتين ونص طبعا الارقام ديت مش مهمة بس عارفها من باب المعرفة طيب الريكتل الريكتل ديت بتبقى درجة الحرارة الرنج بتاحها من ستة وتلاتين واحد من عشرة الى تمانية وتلاتين واحد من عشرة سلزية برضو طب الاكزيلاري اللي هو تحت الاوبط قالك من خمسة وتلاتين ونص الى ستة وتلاتين واربعة من عشرة طب التنبانيك يعني هي تنبانيك هنا قالك معناه انت بتجيب الترمومتر وتحطه في الودان طبعا انشان تخلقه هو هتفرم الطابل بتاع الودان لا ده هو لسه كده عند الفتحة بتاع الودان هتدخله ويتسيبه ورده كدئتين او خمس زائق او حاجة هنا هتسيبها مثلا فترة طويلة شوية هتبقى ان الرنج بتاعها من ستة وتلاتين واربعة من عشرة الى تمانية وتلاتين واحد وفي حاجة هنا حاجة زياد عايز اقولها لك كنت فيها هتاخدها في العملي وهتاخدها ان شاء الله في بطنة في سنة تلتة كمات ان درجة الحرارة عم بتجي تأسها اه اهم حاجة تلات اولين اللي هو الاورال والريكتل والاكسنوري طبعا ادقة واحدة فيها اريكتل طبعا احنا عارفين اريكتل ديت الترمومتر بتحطى فان مش مهم من فصل الريكتل ديت اكتر حاجة باستخدمها في الاطفال طب ليه ما باستخدامش معها الاورال قال لك لان الاورال دي وقت الطفل ممكن يكسر الترمومتر وطبعا احنا عارفين ان تزيبك مادة سامة فهيدر بالطفل فبالتاني بيستخدم معاه الركتل أكتر حاجة بيستخدمه طب ايه هي ادبق حاجة؟ ادبت حاجة برضو كالركتل فلزال كنا بيستخدمها في الأطفال أكتر والاورال أهل حاجة دق طب ايه هي الحاجة اللي في النص وأكتر حاجة بيستخدمها الأجزيلاري يبقى احنا كده عارفنا اللي فيه اربع طرق ممكن نعيز بوم درجة الحرارة والاورال والريكتل والأجزيلاري والتنبانك الاورا اللي احنا بنحط التروميتر تحت اللسان وريكتل طبعا احنا عارفين ومش من من نفسر فيها والاكزيلاري اللي هو بتاع تحت القبط والتنبانيك قالك التنبانيك ده ده بنحطها في الودان طيب اي هي العوامل هل في عوامل بتأثر على درجة الحرارة اه طبعا ودي اهم حاجة في المحاضرة اللي عايزك تهتم بها قالك فيه تلات عوامل بتأثر على درجة حرارة الجسم physical control, chemical control, nervous control. طيب معزين ناخد كل حاجة بالتفصيل بقى نبدأ بسم الله بالبزجة control قالك درجة الجسم ده مكتسب الحرارة ازاي من البيئة اللي حواليه طب البيئة اللي حواليه ممكن تكون ايه clothing ممكن يلبس حاجة تقيلة فبتحسسه اللي هو حرارة او مش شمس لو وقف الشمس شوية هيحس اللي هو بقى حرارة مع انه كان لسه ساعة شوية راحه شوية في الشمس هيحس اللي هو حرارة او بهضم التعاوم طبعا احنا عارفين الموتابلز اللي في قدرس نوتوريشن او ارشوية نوتوريشن اعرف ان الموتابلزم والمطعم بينطق حرارة طيب ازاي بفقد الحرارة دي بقى قالك بفقدها باربع طريق الرادياشن او الكون دكشن او الافيبريش طب ايه التلاصم دي كلها تعال يا حبيبي اعرفك كل حاجة لوحدة الرادياشن قالك عبارة عن نقل الحرارة عن طريق الاريكترو ماجنيتك ويفز الموجودة الكرومونتسية طب ايه الموجودة الكرومونتسية دي احنا نخش بقى على فيزياء ولا ايه لأ قالك ديك ايه مثلا ايه 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 اقول طب انت جيت مثلا مولع شوية خشب وعدت جنبه هل تحس ان انت حرارة ولا ساعان طبعا حس ان انت حرارة والعايز دليل على كده عمدينة بتبقى ساعات بيجي تولع شوية خشب بتقعود جنبه ليه ايه اللي حصل في النقطة دي قالك درجة الحرارة اتنقلت من الخشب ده وراحت على الجسم بتاعك فهتنقل ايه فروم الباضي الباضي هنا المفروض عنه اللي هو الخشب يعني الخشب ده هو درجة الحرارة اتنقلت منه وراح يتلف فانتها دفيت يبقى الرادياشن دلوقتي انا عايز في اما حاجة هتعرف لي تعليمني على زمن معلمات كده الايكترو ماجنيتك ويفز انتبه ايه امتاجت ازاي اللي بيحصل لو انت جيت اعطي جنب جسم السوخش مش مهم build stuff بس لا اي حاجة جسم السوخش كمي جيت اعطي جنبها درجة الح Bilderоде تتنقل لك وهتحس بيه انت بقيت دفي تطبي تاني حاجة Conduction Conduction ده ده انتقال الحراب بالدرجة الهدية بات yere درجة ابسط مثال زي من المكتوب عندك هنا لو انت ناِي او اقل علي yêu RagazBo é vil بعد ما بتقم عندماwyddتحط اليك بتلاقي هل بقى سخنة ولا سائة؟ لا بتلاقي بقى سخنة. طب ايه اللي حصل هنا؟ هنا درجة الحرارة تنقلت منك للسرير او القرصي انت بتقعد عليه. تبقى دوت ايه؟ الكندكشن. اعزة بتربط حاجة. اعزة بتربط كل حاجة بالواقع. عرفنا الراديوشن. الراديوشن دي لو انت عادت جنب حاجة سخنة درجة الحرارة تنقل منه ليك. تحسل انت داف الكندكشن فانت اعادت على مكان و اخدنا الحتة ديه في ثالث سنة ولو انت تفتكر. الكندكشن لو انت عادت على مكان بعد ما بتقوم بيبقى مش بتحسلة وطبيعا بيبقى المكان دوت سخن. ليه؟ عشان درجة الحرارة انتقلت منك للمكان ده. طب انا عزة سكلو سؤال هل احنا اللي بنداف البطانية ولا البطانية بيتدفينا. طب انا اقول لك لا البطانية بندفين ولك لا يا حبيب. احنا اللي بنداف البطانية. كل البطنية بتعمله اللي هي بنحطها علينا علشان الدرجة الحرارة اللي بيطلع مننا دي ما توزعش في القوضة كلها فالبطنية هتجمع الدرجة الحرارة اللي بيطلع من جسمنا واتجمعها وبعدها علشان ما تنتشرش في القوضة ونحس اللي احنا ذا فيه معلوم عن المشي كده بس عشان طرف ثالث طريقة ممكن نفقد بقى الحرارة الكونفيكشن الكونفيكشن ديت عبارة عن حركة جزائية المادة ازاي عما تكون مثلا تحت مروح ايه اللي بيحصل هنا؟ قالك المروح دي عما بتلف فبتخلي الهوى اللي في القوضة كله بيلف عما جزائية المادة بتتحرك فبتحس اللي الهوى سائع عليه لانه جزائية المادة تحركت وبعد كده هتتنقل هتنزل عليك انت فهتحس اللي الدينة بقت ساقة طيب رابع طريقة ايه؟ الافو بريش عن طريق التبخير بقى قالك الماء هتطلع العرق اللي بيطلع من الجسم بيطلع عن طريق الاسكن فبيرطب الاسكن من بر فبتحس اللي الواحد عما بيعرقت شوية؟ بتحس اللي الدينة بتترتب شوية قالك لان العرق دوت عما بيطلع برا الجسم عاكنه بالتبخير كالضربة الحرة العالية فالجسم تلقائي ونعرف بعد كده الميكانيزم كمان شوية نعرف الميكانيزم ايه اللي حصل بالزبط فالجسم بيعرق علشان يرتب الجسم فابقول لك قوي الهيتلوس بيفقد خرية الافوريشن والرسبيريشن فانا تاخد اكيد عارفته في الرسبيريشن نحن بنفقد حوالي خمسمائة ميلي من السوائل بنفقدها في الرسبيريشن فقودات بتزيد امتى بتزيد في حالات الدراي والويندوزر عما بيكون الجو الدينيا خلاص بقى دراي جاف خالص فالجسم علشان الجسم بيستجيب لها فبيزود علشان يزود الهيتلوس ويرطى بالجسم يبقى احنا دلوقتي عشان ما اتوشي مني انا عرفت وعرفنا للانزام سيستم مهم فيه لدرجة الحرارة تكون سابتة عشان يعرف يشتغل واد ووظفته والفانكشن بتاع الجسم بتؤد ووظفته طبيعية وعرفنا النور بالرينجي بتاع البرينجي اللي احنا قلقت اهم حاجة احفاظه من الساعة تلاتين لثمانية وتلاتين درجة ويتقاس بالترمومتر وعرفنا اللي احنا عندنا اربع اماكن ممكن نقص فيها ورنجات بطريقة الرنجات مش مهم اوه بس نعرف من بابل معرفة وعرفت صحيح في حتة كمال عايز اعودهاي لك ان في بتاع ريكتال دي عم درجة الحرارة بتطلع لك بتتنقص منها نص ليه بتتنقص منها نص لان درجة الحرارة دي في الريكتال دي بتبقى في السنتر بتاع الجسم بتبقى درجة الحرارة عالية فالرقم اللي بيطلع دي مبقاش هو الرقم اللي انت تاخده لا مثلا تنقص رقم مثلا ثمانية وتلاتين لا الرقم هو يتنقص منه نص هيبقى ستة هيبقى سبعة وتلاتين ونص والعكس بيحصل مع بتاع الاكزيلر بيتنقص منه او الاورال بيتنقص منه عالية نص لو تنقص مثلا سبعة وتلاتين ونص لا يبقى ثمانية وتلاتين حتة بس زيادة واكيد هدخلها في العمل وعرفت ايه هي العوامل اللي بتأثر على الباضي التنبريتشر اللي هما قلناهم ان الفيزيكال والكيميكال والنيروس وعرفتلك ازاي الباضي بيفقد الجسم عن طرف اربع كوندونكشن والكونفيكشن والإفابوريشن ندخل بعد كده بقى على ايه الكيميكال كونترول هل الميتوبوليزم بيأثر على ضيورة الحارة الجسم اقول ليس ايلك حال قلتلك عما الواحد بيأكل فالاكل دي بتحرم جوه الجسم فدرجة حارة الجسم بتزيد والدليل على ايه عما تكون في الساعة وبتلاقوا ما كده عملك ايه شربة عدس وانا عارف ان انت اكيد ما بحب شربة العدس بص يلا هتقولها غزبا عنك ليه بيعملوا شربة العدس دورة حبيبة في الشتاء قالك بتبقى سخنة وتقولها وبتدفيك طب ايه اللي حصل بقى قالك ايه قالك الباضي متابليزم بيزيد عما بيزيد ودرجة بيزيد درجة حرارة الجسم طيب افرد الميتابليزم مثلا الناس عندهم الحرق بتاعهم قليل هتبقى درجة الحرارة بتاعتهم هتبقى قليل وعلي هتبقى قليل فبيقولك ايه قالك الريت بتاع الميتابليزم عما بيحدث بيأثر على البيت 오�ischen فما بيحصل زيادة في الميتابوليك النتيجة هي أحصل زيادة في البدي تمبراتش و العقص الصحيح درجة البحاث نقس في الميتابوليك انقاذłu تبقى استغد Hole تعني البيهز في التلاكد بيتحكم في البيوتون بريشاف هتقوله على طول الهيبوصلمس طيب الهيبوصلمس موجودة فين؟ قالك موجودة في البيز و في زابريين طيب الهيبوصلمس بتتكون من انتيرو بورشان جزء قدام و بستيرو بورشان جزء ور الانتيرو بورشان دوت مسؤول عن الهيتلوس و بنقول عليه الهيتلوس سنتر يعني من خلاله الجسم هو اللي بتحكم ازاي الجسم يفقد الحرارة وعنعرف المتنزمات كمان شوية قلنا بتكون المسؤول عن الهيتلوس او يسمى عليه الهيتلوس سنتر الجسم يجب ان يكون فيه بالانس ما بين الهيتلوس سنتر و الهيتلوس سنتر يبتلوقية عشان لا تكون مني قلنا بتكون المسؤول عنه عن الهيبوصلمس اللي هو موجود في الهيبوصلمس موجودة في البيز او زابريين والهيبوص المز بالتقون من جزئين anterior portion و بستيرو بورش الانتيرو بورشن مسؤول عن الهيتلوس والبستيرو بورشن مسؤول عن الهيتجين علشان عافز على الرائطة العالمي لزمال يكون فيها بلانس بطوين الهيتلوس والهيتجين سنتر طيب ايه هو البلانس اللي بقى هنا هسميه هسمي الستبوينت طيب انتعارف بقى الستبوينت ايه يبقى اللي ربطها باول محاضرة اللي لناف الاول اللي هو الايه اللي هو النورمال رنج كنت نيجي يقول لك ايه ما يقول لك شي في الامتحان يعني ما يقول لك شي ايه هو النور ما نيجي بتاع تم قلتش لا هيقول لك ايه هي الست بوينت الست بوينت يعتبر من كام لكام هتقول لك زي الوحش كده من ستة وتلاتين لثمانية وتلاتين فهيقول لك بقى ايه كل الماكنزمات اللي انا اتعلم اللي احنا عارفناها دلوقتي هل هي الفيزيكال بقى او الكيميكال او اي حاجة بتعمل كل الماكنزمات بتاعها عشان توصل للست بوينت الي هي من ستة وتلاتين لثمانية وتلاتين درجة انا بربوط لك من حضرة القلاءة بعدها علشان تعرف ان محضرة القلاء مربوطة بعد اصل ان كلها سهل احنا الآن دلوقتي اعرفنا ان الفاكتور اللي بتأصل عبارة مبراجة التلاتة فيزيكال وكميكال ونيروس وعرفنا النار نحن بنكسب الحرارة وزاي بنفقدها وعرفنا في الكميكال ان الكميكال دي ربوتها بالمتونيزم على طول نعلم المتونيزم يبيزيد درجة الحرارة بتزيد ومتونيزم يقل درجة حراية بتقل وعرفت النيروس انا حاجة هرابت النيروس دي الهاي بوصله اوازن حفوزها في دماغك وهي بوصل لذي حفوزها في دماءك وهي بوصل المسؤول عن البيتور وعرفت الستيتبوينت اللي كل المكنزمات بقى اللي حنا اذا انا انا احكي في هدوات عايزين نوصل الستيط بوينت دي طب السيرمو ريسيبتور المستقبلات قالك ايه؟ انا بحس بلقي ازاي؟ بحس اللي حوالي دينة ساعة او دينة حارة قالك عن ترك المستقبلات دي بقى وفيه ثلاث انواق عن المستقبلات اما يكون هاي بوصل المكري ريسيبتور او ممكن نقول عليها سنترر ريسيبتور لانها موجودة بسنترر نيربوسيس او كوتونواز او بريفر نكون عليها بريفر سيرمو ريسيبتور ديت موجودة في الاسكن وفي ديب سيرمو ريسيبتور ديت موجودة في الاسبين القارد او الابدوم من الفيزرة او الاروند الجريد فين مثلا ايه سوبروم المفيربوني كفا مثلا يبقى دلوقت انا عندي ثلاث ألوان من السيرمو ريسيبتور هايبوسالاميك وكوتونواز وديب ندخل بقى لو الدنيا بقت ساعة الجسم يستجيب ازاي؟ ده ما احنا دلوقتي في الاولات الساعة دي الجسم عايز يدفي نفسه ايه اللي هيحصل؟ والعكس عم يقول في الدنيا حار الجسم مثلا عايز يراطب على نفسه ايه اللي هيحصل؟ ندخل على السيرمو ريولاتري اسبونس قالك فيه اربع حاجات الجسم بيعمله اوتونوميك حاجة بعملها لتلقائين كده من غير ما انا بتحاكم فيها سوماتيك انا بتحاكم فيها اندوكراين الهرمونيت هتشتغل وبيوفيور الحاجة انا بعملها برضو ده سوماتيك كده فبقولك ايه الواحدة ما بتعرض للقلد ودرجة حرار الانفيرومنت حواليه بتقل 24 درجة هيستجيب الجسم ازاي؟ قالك بيحصل في الهيتلوس وان كريز في الهيتجين اكيد عايز اقل درجة الحرارة المفقودة علشان تدفين اياني انا هطلعها ليه برا وان اصلا عايز ان ادف نفسه فدرجة الحرارة الهيتلوس اللي بيطلع مني لا انا هحتفز بيه وهقلله وهزود الهيتجين كمان ده لو جنب حاجة سخنة لا انا هاخد منها درجة الحرارة عشان تدفين والعكس بيحصل عما بتعرض للهيت عما يكون الجو حار عما تدرج الحاب تزين على 32 بيزود بقى الهيتلوس الجسم هزود الهيتلوس ويقلل الهيتجين هزود الفقد وقلل الاكتساب فعما زود الفقد فيرجع درجة الحرارة هتقل والجسم وعشان يرجع للرنج بتاعه في بادي الوقتي لو اتعرضت لبقى درجة الحرارة هقلل الهيتلوس ويزود الهيتجين لو اتعرضت للهيت هزود الهيتلوس وهقلل الهيتجين طبعا الحاجة دي اجدان مش حفز بالمخ كده لو الواحد دينا بقت ساعة اكيد هقلل الفقد علشان ندف نفسي وهزود الاكتساب علشان ندف نفسي ولو دينا حاليا حار هزود الفقد بتاعي وهقلل وهزود اهم الدكريز اللي فيتجين الحاجة دي بقى مش حفزه خالص ندخل بقى طبعا كلنا تفرجنا على فيلم النظر عارفين ربنا الحمو على ولي الدين اللي كان بيلعب دور صلاح واحمد يلم اللي كان بيلعب دور عاطف شفت عرفتنا مجيب بالحتة دي لسبب لان تعتروا بعد كده المكانيزمات هلو ليه شايفين كده صلاح كان قاعد كاشش مع نفسه ليه عمل كده واحمد هلم كان قلوه عاطف كان قاعد عالي مش قاعد تكاشش لا طب ليه دورت عمل كده ودورت قاعد براحته ولا كاشش على نفسه ولا قاعد ساعين فهنعرف ايه اللي حصل المكانيزمات اللي حصلت بقى دورت فاصل اعلان كده علشان تركز معي بعد كده قبل ما اخوش على الحتة المهمة اللي جاية دي بقى هرجع لك المحاضرة كلها في دقتين انا عرفت الجلوشن والبادي تنبرتشار عرفت الانزيم سيستيم قالك لازم ان يكون لدرجة الحرارة بتتحكم فيه لازم ان يكون عند النور مالينجي لهم ستة وتلاتين لثمانية وتلاتين عشان البادي فنكشن تتم بصورة طبيعية وعرفت ان انا ممكن اعيذر بتحررنا بالترمومتر وفي اربع اماكن ممكن اقس فيها الريكتل والاكزيلاري والاورا والتنبانيك وعرفت ايه هي العوامل اللي بتأثر في البرتنبرشار وتلك هما ثلاث عوامل الفيزيكال والكيميكال والنيربوس وعرفت ان انا ازاي باكتسب درجة الحرارة من الانزيمينت الحولي وبفقدها باربع طرق وقلتهم لك وعرفت السير موليسيبتر اللي قلتلك عندني عندي ثلاث انواع من السير موليسيبتر الهايبوسالميك والكوتونوس والديب كنت بتعرض ليه يقول ليه بيحصل وانه بطاعة لهيت هيدخل بقى بالتفصيل ايه اللي حصل اللي خلى صلاح يبقى اكتشوش على نفسه فتعلشان يدفي نفسه ولو الدنيا حر ايه اللي بيحصل قالك لو انتعرضت الكوالد بقى فيه اوتونوميك بتحصل قالك حاجه بتحصل في اتلقائية المختار مني بتحكم فيه بيحصل قالك كمية الدم اللى راحة هتقل فادوقات هيقلل الهيتلوس من الاسكن وكمان الاسويتنج عام ما بيقل فابرضو بيقل الهيتلوس يبقى دوبات الاوتونومي في خلص السوف سهلة خالص مش عايزة مش عايزة فكرة قول داي اتشاغل موقعك خلاص الاوتونومي كريسبونس عام ما الواحد بتعرض لدرجة الحرارة بيحصل بازل خلص ودكريزل السويتنج ليه يا حبيبي بيحصل بازل خلص ودكريزل السويتنج قالك علشان يقلل الهيتلوس من الاسكن تانى حاجة الهيتلوس من الاسكن مش بيروح لحتة دافية بيروح استغطى تحت البطانية علشان تدفيه بيروح ويعود في الشمس شوية علشان يدفه فبيقولك يروح للورمر سيروند يروح للمناطق الورب بيروح للهيتلوس من الوقت الدافية لو عنده دافية او حاجة بيشغلها ويعود فيه علشان يدفه الحتة المهمة بقى اللي جاي عقولك هانجر سنسيج يقولك هانجر سنسيجان بتحصل مع او او اكتبوجة اللي قولد ولا الهيتلوس تقوله لا مع الاكتبوجة اللي قولد ان شاء الله دي جاي سوال جاي لك وهنروف عليه علشان هنروف مع السيرستا حالا بيحصل مع الاكتبوجة اللي الهيتلوس يبقى فاكس عنده عما بتعرض لما دينا تكون سقعة بيحصل هانجر سنتيج ودوقت النتيجة ايه الواحد بيجوع فبيروح يعقل طبعا ما بيقول ايه هيحصل الميتابوليزم هيزيد فعما الميتابوليزم هيزيد درجة بحرها هتزيد وده اللي قولناه في اولى المحاضرة عشان اقولك كده ان المحاضرة كلها ايه مرتبطة مع بعضها وده ها تقولها في حتة كده اقولها لك من برا ان ليه الناس موضم ناس بتزيد في الشت طبعا ليه عشان هو عندهم بيحصل هانجر سنتيجن ده فبيعودي يأكلوا كتير يأكلوا كتير يأكلوا كتير عشان كده بيتخنوا وطبعا دليل قدامنا على طول الويرنج هيفي وبيلبس بقى هيفي ودارك وكلوسيس بيلبس ملابس دارك وملابس تقيل علشان تدفيه ماشا وانا ها دلوقتي نبقى دلوقتي قلنا الاوتونوميك ريزبونس وبيوفر ريزبونس ندخل ثالث حاجه السوماتيك ريزبونس هيحصل ايه هل كمان الموصل كمان بتستجيب اه بيزود الموصل تون بيزيد وحصل شيفرينج الواحد يرتعش وعما الواحد بيرتعش فبيتدفى اكتر يحصل اندوكراين هل في هرمونات كمان بتطلع اه لا بيطلع كمان بنفرين ونقبريفرين ودوت معروف بتاع وستاميوليشن وبيطلع السيروكسين وغلوكو كورتوكي ودوت هيتزود الريت اوف ميتابوليزم وانحنا لسا قلنا عمل ريت اوف ميتابوليزم يزيد جابة الحرارة هزيد كيب احنا كندوقتي عارفنا عند اتعرض للقوال وخلصناه طب لو افرد بقى انا متعرضت للهيت قول اللي انا قلتلك اللي فادة تعكزه الاوتونوميك ريسبونس هيحصل فازو ديروديشن وانكريزل السويدي ودوت هيزود البراد الفلول اللي رايح للسكن هيزود الهيتلوس البيوتر ريسبونس هيروح للقوالر سيراونده هيروح يعود في اضافة تكليف هيحصل سيرستي سينساشن عشان يشرب مية كتير هيحصل ديكريز الفيسيكال ان دي المنتل اكتيفت هيلبس ملبس فتح علشان الدنيا حرب هيلبس ملبس فتح وقلنا سيرستي سينساشن من شاء الله دوت سؤالة جاي لك حط جابه امسي كيو مع الهيت بيحصل سيرستي سينساشن هيروح يشرب مية عشان يرى طبع الجسم السوماتيك ريسبونس هيقلل هيقلل المصلة مش هيحصل شيفرينك في الاندوكراين هيقلل السيكريشن بتاع الامينفرين والنور والسيروكسي ولغوكورتوكيد هيقلل الكيميكال سيرموجينسيز اللي هي عبارة عن ايالة الميتابوليكريت احنا كده خلصنا السيرموريجيلات الريسبونس قلنا عما بيتعرض للقلد اللي بيحصل وعما بيتعرض للهيت اللي بيحصل عما بيتعرض للقلد بيحصل اوتونوميك واسوماتيك وبيحصل بهوفير واندوكراين اللي بيحصل بهوفير واندوكراين بيتعرض للهيت وكلها حاجات انت بس تشغل مخت وركز معي وهتطلع من المحاضرة اللي انت فلات مش عاد تزاكر تاني ندخل بعد كده على الفيبر ايه اللي بيسبب الفيبر ده وايه المراحل اللي الجسم اللي بتحصل اللي الجسم بتعرض لها عما درجة الحاجة بتزيد علشان يرجع للسيد بوينت اللي احنا عايزين نرجعها للستة وثلاثين لثلاثين درجة ندخل نقول بسم الله اللي بيسبب الفيبر درجة الحاجة تزيد مع النورمال نيتوب ايه اسببها؟ في سببين توكسك وبرين ليجين اما ان يقوم بكتيريا هتخدش بكتيريا العين هتخدش هتطلع المواد بتاعتها هتأثر على على التمبروتشر ايه هو اللي هو الهايبو سالم نستخدم اي لنا حال او برين ليجين في واحد دخل يعمل عملية برين فنبرع ضغط على الهايبو سالمس عمل فهم مشكلة فهتأثر على ضربة حارة الجسم طبعا احنا موزة من الفيبر اللي هم بتعرض لها بتبقى بسبب توكسك واحد قاعد مثلا في امان الله بكتيريا فايتا من دخلت طلعت المواد بتاعتها اصرت على الهايبو سالمس نحصل مع الفيبر ثلاث من ثلاث الخمسة ايان برجع للطبيعه ثاني طب برجع للطبيعه ثاني ازاي بقى هو دي اللي احنا هنعرفه حاله مراحل في ثلاث مراحل في ثلاث مراحل سيبدأ ارتعش سيبدأ ارتعش او نبدأ بسم الله قالك البكتيريا ما بتخلش وتطلع المواد بتاعتها دوات بتزود سيت بوينت بتاع الهايبو سالمك في المستهد وهنا الشخص بيبدأ يشيلز وفيلز بيسحق بيحس اللي دينا ساعة فبيعمل اكتيفاشن وايليفاشن للبادي تمبرش فالجسم هيستجيب احنا قول هيحس اللي دينا ساعة فالجسم هيستجيب هيستجيب ويعمل الإليفاشن للبادي تمبرش واحد يسألني السؤال هنا احنا قلنا فمعناه ان الجسم يعز يفقد حرار حوالك ما بيخش البكتيريا بتبهدل النظام السيستم بتاع الجسم كله فبتزود وبتخلي الشخص يحس اللي دينا ساعة حواليه فبيعمل اكتيفاشن للرسبونس وبتزود للبادي تمبرش هارب على درجة الحرارة اكتر وبيعمل لي كمان بازوك ونستيركشن للقطون واس بادي بيزل الواحد هيقول لي ده المفروض عن مدرجة الحرارة تترفع يعمل بازوك اللي تعيش هقول لك يا حبيبي من النساء ايه لك لما بيحصل لما البكتيريا بتخدش بتبهدل نظام الجسم بتاع كله فالجسم ايه عامل كلاه زي هيجام في الجسم فالجسم مش عارف يعمل ايه قال لك الشيلز بتستمر لغاية مدرجة الحرارة توصل للنيو سيت بوينت والحتة دي تنون مأوي يجيو لك ترأو فولس ندخل على تاني المرحلة ندخل على تاني المرحلة استجي او فيبر قال لك هنا البادي تمبروتش هارب ترتفع فالشخص ولا بيحس اللي هو سعان ولا حرارة على العكس في استجي او سيلز نحن قلنا الشخص بيحس اللي هو كولد هنا بيحس اللي هو سعان ولا حرارة يعني يتمل الحتة دي في الفيفر الشخص بيحس بكولد دوله الاغر ولا كولد ولا هوت ندخل على ثالث مرحلة مرحلة الكريسي وهي دي المرحلة اللي بستناها في فرغ الصدر اول مرحلة المرحلة دي تحصل تعرف خلاص ان انت الحمد لله تبقى حلو ونرجع الحرارة التقل اللي بيحصل هنا بقى ايه قال لك عامل فاكتوري اللي هو بتاع البكتيري عاما خلاص بترجع وتقل لتاني ترجع لنرمال بتاح احنا كنا قلنا كانت في اول مرحلة كانت بتزيد هنا بقى ترجع لنرمال بتاح وهي دي المرحلة والمرحلة ديت بيحصل فيها بيزيد عشان يقل درجة حرارة الجسم وبيزود فايل لسويتنج بيزود فايل تتعرق وبيحصل بيزود عشان اقل حرارة الجسم ويحصل هي فلوس والفيفر والكريس واول مرحلة قلنا عم البكتيريا بتخش الجسم بيحس اللي هو وبيحصل وتاني مرحلة ما بيحصل فيبر ولا بيحس ولا ثالت مرحلة دي اهم مرحلة اللي بستنع عم والفاكتور اللي سبق بالفيبر ديتشال والصائد بدأت لنرمال ت Leslie وبيحصل فيها صور من هذه مهمة قوي فهل بيحصل زيادة في اليت لوس ولا نقص bank هل بعض زيادة في ال име weeks wie هل بيحصل لي pronounce ستلها ستبغل phase الجسم انا عايز اقلله. وده قلت لك المرحلة الكريسي ديت اهم من المرحلة انا بنتظرها او الدكتور بينتظرها. ولما بتحصل والجسم يبدأ يعرق بقى. قال لك ده اتبع عرف خلاص ان ان الخلاص الشخص اللي هو عنده فيه برداد خلاص هيرجع وهيبقى حلوة بعد كده اول ما المرحلة الكريسي ديت بتحصل. وكده الحمد لله احنا خلصنا المحاضرة هلخصها لك على طول في ديئتين. انا خدت بقلت النزام السيست المهم اللي هو يبقى فيه عنج بال؛ في عنج بتاعه من ستة وتلاتين للا وتلاتين انه علشان النزام السيست الميستعوله فانكشم بتاع الجسم بتؤدي وزفيتها بطريقة طبيعية. عارفت ان ممكن يقيس بالترمو متر. وعارفت اللي فيه اربع اماكن ممكن يقيس فيهم والاكسالري والاورل والريكتيل وتنبانيك وهارفت اللي فيه فاكتور بتأثر على البري تنبيراتشر. وقلت لك اي هي اللي هي الفيزيكال والكيميكال والنيرفز. وعرفت ازاي بكتسب الحرارة وازاي باخد الحرارة. وعرفت كمان. عما بتعرض لكل اللي بيحصل وعما بتعرض لليهات اللي بيحصل انت هتحفز واحدة او تفهم واحدة مشان لك تحفز ده الحاجة اللي هتفهم خلص يا جدعية. هتفهم واحدة بتاعك السلبائي. وعرفت السيرموريسيبتور. عرفت اللي في ثلاثة سيرموريسيبتور. قلنا عيبو صميك وكوتينوة سوديب. وعرفت الفيبر عما تجلس اخرها بتزيد اللي بيحصل. وايه هي بتاع الفيبر. وقالتلك ايه هي اهم استيج المرحلة الاخيرة ديت اهم حاجة. اللي انا بستمع فرج الصبر اول ما بتحصل. بعرف ان الشخص دوات هيرجع للطبيعة خلاص. وهيبقى قويس الحمد لله. كلها الحمد لله خلصت المحاضرة. اتمنى اكون فهمت المحاضرة وقدرت اسألها لك شوية. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.